اهلا احبائنا مشاهدينا اواصل حديثي عن محاكمة المسيح من جبل صهيون من نفس الموقع من كنيسة صياح الديك التي بنيت فوق بيت قيافة الجدير بالذكر انه صيد حنان واولاده وصهره قيافة كان صيد رديء كان عندهم البزنس في دار الامم في الهيكل المكان اللي طرد يسوع الباعة والصيارفة وقال لرجال الدين بيت بيت الصلاة يدعى لجميع الشعوب وانتم جعلتموه مغارة لصوص هذه المنطقة كان يسموها سوق حنان تخيل معي كم الموضوع مخجل ومكروه فاذا حنان اقالته الحكومة الرومانية وقيافة طرد من وظيفته في سنة 36 في نفس التوقيد مع بيلاتوس طرد من وظيفته الكهنوت اصبح في الحضيد في تلك الايام عادة الكهنوت لازم يكون من عيلة واحدة كهنوتية وانه الكاهن يبقى حتى الممات ولكن واضح تحولت امور سياسية دينية الحكومة الرومانية كانت تحط او تقيل الكاهن بحسب مزاجها وبحسب هواها فطبعا اللي كان يحكم اليهودية الوالي الروماني بيلاتوس بيلاتوس طبعا كان شخص شرس جدا وعلاقته باليهود صعبة جدا اول ما دخل دخل في اعلام النسر الروماني وطبعا اعترض اليهود على هذا الموضوع اضطر ان يشيلهم والمرة التانية اذا بتذكر الحادثة في الوقت 13 عندما سألوا المسيح عن دم اليهود الجليليين اللي خلط بيلاتوس دماؤهم بذبائحهم فهذه كانت واقعة سوداء لان بيلاتوس اخذ الخزن الفلوس عشان يبني مشروع المياه والمرة التالتة طبعا عندما ذبح السامريين على جبل جريزيم وفي هذا التوقيت في سنة 36 وحكم من 26 ل 36 ميلادي بسبب هذه الحادثة طردوا الامبراطور الروماني فاخذوا يسوع المسيح الى مكان تسمى او يسمى قلعة انطونيا قلعة انطونيا بناها هيرودوس الملك هيرودوس الكبير وبالضبط هي بجانب الهيكل تطل على الهيكل لها اربع ابراج ضخمة جدا فاخذوا يسوع على الساحة لانه يتنجسوا لانه كان لازم يكون تعزل الخمير ويأكلوا خبيز او خبز غير مختمر ليس عجبا عم بيجيبوا شهود زور وحقد وكراهية وعم بيحاكموا يسوع المسيح ومع كل هذا مش عاوزين يتنجسوا عاوزين يأكلوا الفصح فكانت هذه المحاكمة المحكمة المدنية